حول الموضوع نضم لنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من بغداد الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية لدراسات الاستراتيجية الدكتور مساء الخير أهلا بك معنا سبعة ألف مسلح من داعش لا يزالون في العراق مع انهيار التنظيم مع مقتل القادة مع هروب القادة إلا أن عدد كبير من المقاتلين لا يزالوا في العراق أبعد ذلك مساء الخير يعني أكيد المناطق اللي تم تحريرها هو نهاي لهذا التنظيم لكن هناك مقاتلين أما هربوا من مدينة الموصل أو تجمعوا في المناطق الخمسة المتبقية اللية تلعفر والحويجة عالي الفرات عانا وراوة والقائم فضلا عن مقاتلين هربوا من سوريا من الرقة باتجاه العراق لذلك أنا أعتقد أن هناك معارق قادمة لكن المؤشرات اللي موجودة هناك تراجع أنا أتفق تماما وفق المعلمات الاستخباراتية تحريركم كان دقيق هناك رصدت مشاكل كبيرة بين قادة التنظيم والمستجد الجديد صعود لنجم جديد هو أبو اسحاق الفرنسي أو ما يسمى بالفرنسي الأسود والي تلعفر اللي ارتقى من برد جمعة يمو أمس وتحدث عن هجمة كبيرة ستشن في أوروبا وهذا دلالة هناك خلافات مع البغدادي وهناك تقرير استخبارات التحالف الدولي يقول أن البغدادي فقط السيطرة على مقاتله وبالتالي هناك حالة إشكالات كبيرة في الحويجة وفي تلعفر بالخروج على هذا التنظيم وعلى موجود مشاكل كبيرة فيما بينهم يعني هذه الإشكالات الواضحة وهذه ما ذكرته والتخبطات في الداخل هل هي بسبب الخسارات على الأرض وما يخسره التنظيم على الأرض أم بسبب خلافات داخل القيادات أم أيضا بسبب هروب القادة وتركهم المقاتلين خلفهم نعم مجبل أسباب السبب الأول هو الخسارة الكبيرة لهذا التنظيم ما حدث في الموصل وتحرير الرمادي وصلاح الدين لكن ضربة الموصل كانت ضربة موجعة خاصة لأنها كانت تعتبر عاصمة الخلافة القضية الثانية مقتل جنيع مساعدي البغدادي خلال المعارك السابقة وبالتالي صعود قيادات لم تقتنع بها القاعدة على اعتبار أنها غير كفوة القضية الثالثة هروب البغدادي وعادت من القيادات وتركوا أرض المعركة كل هذه المعطيات وضعت معايير جديدة فضلا عن وجود مشكلة بين القيادات الملأة من أصول عراقية التي رفضت أن تتسيدها قيادات أخرى من الشيشان ومن دول أخرى تحاول أن تفرض إرادتها مجمل هذه المشاكل أثرت بشكل كبير على هذا التنظيم وأمس أيضا رصدت أن هناك بعض أفراد التنظيم هربوا من مدينة الحويجة أبر دراجات نارية تعمل بالبطاريات الشاحنة باتجاه مدينة ديالة وهذه المعلومة تتعامل مع القوات العراقية الآن طيب تنظيم داعش يعني الآن مع كل هذه الخسرات مع كل هذه التخبطات هل لا يزال يشكل تهديد في العراق أم أنه كما انتهى في الموصل سينتهي حتميا في العراق التنظيم سينتهي بالتأكيد في ظل يعني أولا وجود معنويات عالية وحالة انكسار لهذا التنظيم خاصة هذا الأسبوع من المنتظر أن تعلن معركة تلعفر لكن هذا الأمر يجب أن لا يركن إلى باعتبار هذا التنظيم ربما يستطيع أن يعيد تنظيمه لكن ليس بالصورة السابقة لأن اليوم أكي وجود حظر كبير على وصول الدعم لهذا التنظيم على مستوى المتطوعين ليوصل إلى درجة صفر على مستوى السوق على مستويات الدعم الاستراتيجي لكن أيضا يجب أن نتعامل معاعدة ولا يسلم بسهولة وبالتالي عملية الاقصاء يجب أن تكون سريعة المزيد من الوقت يعني إعادة التنظيم إلى وضعه أو إعادة مراحل التدريب بالنسبة له شكرا لك على هذه المداخلة معنا الدكتور واثق الهاشمير رئيس المجموعة العراقية لدراسات الاستراتيجية كنت معنا عبر القمص صناعية من بغداد